اما بقى عن باسم مرسي في اعلى النادي طلقاء على الجيش التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الاسماعيلي لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد بعد ما رحل باسم مرسي عن الدرويش بطريقة فسخ التعاقد بالطراضي ليصبح لعب حر ويستطيع الانضمام لصفوف طلقاء على الجيش في صفقة انتقال حر وقع باسم مرسي على العقد في حضور اللواء ايمن المصري المشرف العام على الكرة والعميد علاء السعداني مدير الكرة ورجب محمد رزق وكيل اعمال اللعب وتعاقد طلقاء على الجيش مع الثلاثي معادل حناوي ورجب عمران واحمد علاء لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالاضافة لتمديد تعاقد اسلام محارب وعمد السيد موسمين الى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الاعراء في ايضا السعودية بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمد زكي وعمر السعيد بعد انتهاء اعراضهم